اشتركوا في القناة شوطنا الرابع والعشرين في تعداد اشواط صباح هذا اليوم شوط خاص مشاهدين متابعين الكرام باللقاية الجعدان المحليات الاصائل شوط من اشواط الانتاج والمنتجين في هذا العالم الساحر لمسافتنا المعتادة والمقررة في سباقي صباح هذا اليوم وهي الخمس كيلو مترات نتابع البداية نتابع مقدمة هذا الشوط والصدارة وارهني اللقاد المجموعة في هذه اللحظات شاهد لحمد بن سعيب خلفان ارشيدي من ينطلق بناموس هذا الشوط منذ البداية يلي مع المركز الثاني مع المركز الثاني ارهني هملول لسالة بن حمد بن حمرور العامريات على مستوى المركز الثاني ومع المركز الثالث سنيار علي بن سعيب خلفان بن حضيرم الاكتبي متابعا لانطلاق سنيار مع المركز الثالث رابع التحديات ارهني ايضا القدوم في هذه اللحظات نتابع بوشنكي من يتسلل مع المركز الرابع بهذا الانطلاق المتميز عوض بن نصيب بن عتيج السبوسي ينطلق ايضا على مستوى المركز الرابع ومع المركز الخامس ارهني زيزوم لسيب بن مبارك بن هواش الاخيالي يتقدم على مستوى المركز الخامس سادس الانطلاقات من الجانب الاخر معاكس حمد بن راشد بن نايع الاغفلي في متابعة معاكس ولكن ارد تقدم ارد تسلل مع المركز السابع وصل بهذا الاداء الشرس سعيد بن عثب الخزع العامري مقدما لتحديات الشرس مع المركز السابع وثامن الانطلاقات الزود سالم بخليه بطبيب الشامسي متابعا لتقدم الزود على مستوى المركز الثامن وتاسعا من الجانب الاخر ارهني غازي سلطان بن سالم بن ثعلوب الدرعي في متابعة وانطلاقة غازي مع المركز التاسع بين بذن طرغنا مع المركز العاشر بارام روع العبيد بن سعيد بن منانه يتدخل على مستوى المركز العاشر هذه النتيجة مشاهدين متابعين الكرام للعشر الاسام المتقدمة بهذا الشرط وبهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز مع هذه الاسام المتميزة مع هذه الشعارات ايضا اللي صارت وجالت بهذا العالم الساحر لنعود مع الصدارة وبداية هذا الشوط وارى التغيير ارى التغيير اللي طرى وجرى على المقدمة والصدارة والسينيارة من انطلق بين موسي هذا الشوط لعلي بن سعيد بن خلفان بن حضير ملك تبي يتقدم ينطلق بهذه التحديات الجميلة مع هذه الانطلاقات الرائعة بدأ بير الشوط السينيارة من يتقدم وينطلق بهذا الاندفاع الجميل يليه مع المركز الثاني شاهين لحمد بسعي بن خلفان الرشيدي ومع المركز الثالث رهني هملو ولسالب الحمد بن حمرور العامري نتابع المركز الرابع ورابو شنكي يتقدم على مستوى المركز الرابع لعوض بن نصيب بن عتيج السبوسي ياتي بدوره على مستوى المركز الرابع خامس الانطلاقات الشرس لسعيد بن حثب الخزع العامري ومع المركز السادس وصلت الأسامي رهني غازي سلطان بسالم بثعلو بالدرعي بمتابعة غازي مع المركز السادس سابع الانطلاقات مشاكل لعمران بسلطان بالتريم الاكتبين انطلق مع المركز الثامن ومن الجانب الآخر رمعاك سياتي ثامنا حمد بن راشب بن نايع الاغفلين نعود مع المركز التاسع وأرى التقدم أيضا مع مروع لعبيد بسعي بن منانا يتقدم على مستوى المركز التاسع عاشر الانطلاقات مشغل لعلي بن محمد بن قناصة العامري هذه النتيجة هذه النتيجة للمراكز العشر المتقدمة أكملنا الندان الثاني ولنعود مع الصدارة مع البداية والسنيار من يسير بناموسي هذا الشوت من ينطلق بالصدارة من ينطلق بالمقدمة بشعار علي بسعي بخلفان بن حضيرم هل اكتبي متابعاً لتحديات السنيار يلي مع المركز الثاني أرهني أيضاً القدوم في هذه اللحظات لبوشنكي لعوض بن نصيب بن عتيج السبوسي يتقدم مع المركز الثاني بطريقة بطريقة إلى الصدارة بطريقة إلى المقدمة شاهين مع المركز الثالث حمد بسعي بخلفان الرشيدي من يتابع من يتابع تحديات شاهين وأرى القدوم أيضاً القدوم لغاء من شاهين في هذه اللحظات ولكن اللي وصل غازي مع المركز الرابع سلطان بن سالم من ذالوب الدرعي بتحديات غازي المركز الخامس مشاكل أمراب السلطان بتريم اللي اكتب الكوكب الخماسي بمقدمة هذا الشوط مع لوحة الكيلو المثر الأخير والخطير صدارة هذا الشوط والتغيير اللي طرى وجرى على المقدمة أرهني بوشنكي قاد المجموعة قاد المجموعة انطلق بناموسي هذا الشوط عوض بن نصيب بن عتيج السبوسي يحكم القفضة على المقدمة والصدارة غازي مع المركز الثاري لسلطان بن سالم بثالوب الدرعي ومع المركز الثالث من الجانب الآخر السنيار علي بسعيب خلفان بن حضير الاكتمي وصل مشاكل مع المركز الرابع عمراب السلطان بتريم الاكتمي متابعا لهذا الانطلاق ومع المركز الخامس شاهيل لحمد بسعيب خلفان الرشيد واللحظات اللحظات الأخيرة التسلل التسلل لمشاكل من بدأ يتسلل في اللحظات الأخيرة في الأمتار النهائية ينتزى ناموسي هذا الشوط عمران بسطة بتريم أهل اكتبي ولكن أيضا غازي مع الجانب الآخر ينطلق أيضا بتحديات هذا الشوط سلطان بن سالم بن ثعلو بالدرعي اللحظات الأخيرة تحديات هذا الشوط مشاكل هو الأقرب غازي يحاول يحاول في اللحظات الأخيرة وفي الأمتار النهائية مشاكل غازي غازي ومشاكل ولكن مشاكل هو الأقرب هو الأقرب لناموسي هذا الشوط تهانين الأمراء بسطة بتريم الاكتبي وسلامات العين سلام المركز الثاني غازي سلطان بن سالم بن ثعلو بالمركز الثالث يأتي لعوض بن نصيب العديد السبوسي المركز الرابع السنيار لعلي بن سعيب وخلفان بن حضيرم ومع المركز الخامس شاهين لحمد بن سعيب وخلفان الرشيدي يأتي بدوره مع المركز الخامس هذه النتيجة مشاهدين متابعين الكرام للخمس المراكز المتقدمة في هذا الشوط نعود مع التوقيت الزمني سبع دقائق خمسة وثلاثين ثانية ثمان أجزاء من الثانية هو توقيت مشاكل تهانين الأعمراء بسلطان بيتريام الاكتباء على فوز مشاكل بالمركز الأول بينما اللي وصل مع المركز الثانياتي غازي بتوقيت زمني مقدارها سبع دقائق ستة وثلاثين ثانية ثلاث أجزاء من الثانية تهانين هذه لحظات الوصول أيضا تهانين مع هذا الانطلاق المتميز ومع المركز الثالث يأتي أيضا بوشنكي سبع دقائق ثمان وثلاثين ثانية خمس أجزاء من الثانية تهانين العواض بالنصيب بالنعتيج السبوسي تهانين للجميع والنموس اشتركوا في القناة